منطقة جليب لشيوه كانت اليوم محطة فريق اي تي في العدالة حيث رصدت معدل التسوق خلال ساعة النهار ورسلنا خالد الفارس والتقرير التالي على عكس ما حصل في الأشهر السابقة عندما تم فرض حظر تجول لم تسجل المناطق المأهولة بالسكان من المواطنين والمقيمين وجود تزاحم على مراكز شراء السلع الاستهلاكية فقد قام فريق أخبار اي تي في العدالة بجولة في منطقة جليب للشوخ لرصد حركة الشراء في المنطقة حيث لم يلاحظ وجود ازدحام في الجمعية التعاونية للمنطقة أو فرع الغاز وحتى فرع توزيع المواد التموينية كان عندنا استعداد قبل شهر تقريبا كان متوقع الحظر الجزء أو الكلي فكان الاستعداد موجود باجتماع مجلس الإدارة وتم اتخاذ الجراءات ومخاطبة الجهات المعنية خاطبنا شركة المطاحن الدقيق ووفرنا جميع الاحتياجات التي تحتاجها السوق المركزي والفروع وحددنا الدوامات التي نستقبل فيها المواطنين متوافقة طبعا مع الحظر والآن نفتح من الساعة تقريبا سبع صبح ونسكر الساعة خمس وبعدين يبدأ توصيل الطلبات عن طريق الالاين لله الحمد ما واجهتنا مثل من شايف أي مشاكل لأننا كنا عاملين كامل استعدادات للوضع الراه الزحمة موحل يعني الأمور طبيعية ماشية لغاية هذا الوقت أمس واليوم يعني الشغل كويس جدا ومرتب وكل شيء متوفر بل بزيادة بالنسبة حين نخدموهم ووفرهم الغاز وفيه بالنسبة للمواطنين بنوصلوهم لغاية البيت في اليوم ممكن يوم نعدوا 1500 بطن يوم ممكن 1300 بطن 1200 ألف بطن إضافة إلى توفير ما يحتاجه المستهلك قامت الجمعيات التعاونية بإضافة الخدمات للأهالي أثناء فترة الحظر الجزئي كي لا يضطروا للخروج ووفرنا سيارتين حق الغاز ومنتواجهة المواطنين والمقيمين ووفرنا الخبز بكميات طيبة والأمور كلها مع أشياء الحمد لله حطنا كل شيء وضبنتنا توصيل طلبات وحط الموظف خاص للطلبات والأمور كلها مع أشياء تمام الحمد لله اتفقنا وقعدنا مع الشركات ومجلس دارة ناقش موضوع الكميات الخبز اللي بيها ووفرنا بكميات طيبة والأمور كلها مرتبة والأمور كلها مع أشياء الحمد لله بخدمة التوصيل يعني الحمد لله ماشي حال ما فيش يعني ضغط اللي يمتد للناس حساه الوضع مرتاح يعني والأعضاء الجمعية ورئيس مجلس الإدارة قائمين على كل حاجة يعني أنا مبارح وأنا قاعد نوزع في المنطق وورا يعضو يلف في المنطق يشوف أنا بيشغال إزاي وبنعمل إيه زيادة على ذلك قام اتحاد الجمعيات بتشغيل نظام الحجز الآلي المسبق لزيارة الأسواق المركزية والأفرع التعاونية لخدمة عموم المستهلكين خلال فترة حظر التجول الجزئي من باب الحرص على توفير السلع والخدمات والمواد الاستهلاكية والتموينية لمن يحتاجها تعتبر منطقة وجريب الشوخ من أكثر المناطق كثافة سكانية في الكويت حيث يفوق عدد سكانها 330 ألف نسمة وعلى الرغم من هذه الكثافة السكانية في هذه المنطقة فقد تم توفير كافة السلع والخدمات التي يحتاجها الساكنون في هذه المنطقة مع بدء تطبيق قرار الحظر الجزئي في البلاد من منطقة جريب الشوخ لقناة اي تي في العدالة خالد الفارس